تواجه محلات العطار المنتشرة هذه الأيام انتقادا رغم أنها قد تقدم لنا العلاج الناجح بعض الأحيان والتي ينظر لها البعض بأنها لا تزال طب بديل وعلاج أساسي لما نتكلم عن العشاب الطبيعية طبعا مصرحة متابعة من وزارة التجارة ومن وزارة الصحة فعندك العشاب الطبيعية أغلب الزباين يجون عن طريق وصفات طبية وعن طريق النت وعن طريق أطباء شعبيين وأيضا عندك الزيوت منوعها واشكالها للشعر والجسم ومحلات العطارة تحمل تصريحا بمزاولة مهنة العطارة وبإشراف من أمانة المنطقة وبمتابعة مستمرة من مندوبي وزارة الصحة لمراقبة الأدوية التي تباع والتأكد من المواد العشبية المسموح بها سواء كانت على شكل مواد خام يتم استخلاصها من الأعشاب أو على شكل زيوت عطرية ومن هنا نؤكد على أهمية وعي المجتمع في مجال التداوي بالطب الشعبي والحيطة والحذر من المحتالين الدخلاء على هذه المهنة والذين قد يقدمون للزبائن مواد ومستحضرات ضارة ومغشوشة ومقلدة وعليهم التعامل مع المحلات المرخصة لذلك فقط للإخبارية سعيد المزهر الباحة